السلام عليكم اليوم حبيت نشارك معكم اندي ساغ وشوكولات تحلية خفيفة وسهلة وجبنينا بزيف بزيف وما فيهاش المكونات بزيف فيها غير ثلاث مكونات نروح مباشرة للطريقة وش نحتاجو عندي هنا نصف لتر من الحاليب يعني على حسب عدد الأفراد هنا استعملت نصف لتر من الحاليب اضفت له ثلاث مغارف كبار تاع شوكولات بودغ استعملت نيس كويك اللي تقدريت تستبدليها بالكاكاو وصكر وضفت كذلك زوج مغارف كبار ونصف تاع ميزينة نحرك كل مع بعض بارد في بارد نحركهم مليح مليح من بعد رح نديرهم فوق نار هادية ونبقى نحرك ما نحبسش على التحريك نار هادية نحرك مليح تقريب 1-7 الى 10 دقائق هكذاك وانا نحرك نحرك حتى نتحصل على السائل بعد ما عقد الدساغ التاعي كما راكم تشوفوا فيه ما نخليش يجمد بزيف 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 نخليه يبقى شوية سائل ذرك نكون حضرت الكسين اللي راح ندير فيهم أنا وجدت هذا ندير مباشرة ندير دسار تاعي ندير دسار تاعي في الكسين اللي كنت وجدتهم هكذا ونخليهم حتى يبردوا مليح ديريهم في الفرجدير او تخليهم يبردوا من بعد باش تديكوريهم وتعاودي تقلبيهم للفرجدير ويكونوا واجدين للتقديم أنا هنا ديكوريتهم بالفخاز درت لي فخاز من الفوق كما راكم تشوفوا قطعت لي فخاز هكذا في النص باش نتحصل على باش نديكوري نتحصل على شكل وردة كي ما تقدري تديكوريهم بحواج واحد اخرين اللي تحبوهم كوكي والله ديسار واحد اخر راح يجي مليح هكذا هكذا كنت ديكوريتهم بهذا الشكل راح يجي بنين بالسيف هذ الديسار وسهل ننصحكم الجربوح خاصة في رمضان يجي بارد بطاعي 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 سهل نتمنى تجربوه في الاخير كالعادة ديولي جيم ما تنساوش تديرو لي جيم وتبارتاجيو لا فيديو ولي مش مشترك يشترك اشترك وفعلوا زر الجرس